للوقوف عند مطالبات حكومة السوداني إنهاء عمل البعثة الأممية في العراق بحجة استقرار الأوضاع وحقيقة مزاعم الحكومة ورد الفعل الدولي على هذه المطالبات ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجوهات نظر مصطفى كامل أستاذ مصطفى حياكم الله حكومة السوداني يعني كما استمعتهم في هذا التقرير طالبت بإنهاء عمل البعثة الأممية في العراق بحجة انتفاء الحاجة لكون العراق بات مستقرا ولكن السؤال المطروح هل تشيء الحقائق على الأرض بما تحاول الحكومة تصديرها للمجتمع الدولي أستاذ مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم وحييك وحيي مشاهدين كرام كل الوقاع التي نعرفها ويعرفها كل المتابعين حول العالم تؤكد أن العراق بلد غير مستقر على الإطلاق بلد تنخره الميليشيات ينقره يسوده الفساد تتحكم به العصابات الإرهابية هناك نهب واسع للمال العام في العراق هناك انتهاكات جدية وعميقة وشاملة وواسعة ومبرمجة ومنهجة لحقوق الإنسان هناك خطط لإبادة السجناء أو المعتقلين الأبرياء في السجون من خلال الإعدامات من جهة ومن خلال الإهمال الطبي والإنساني والنفسي من جهة أخرى الجميع يعرف أن المؤسسة القضائية مؤسسة فاسدة أو الحقيقة هي شريكة في الجرائم التي يشهدها العراق كل هذه الأمور وقضايا أخرى تؤكد أن العراق غير مستقر هناك اغتيالات واسعة هناك كما قلنا سطوة مطلقة للميليشيات الإرهابية هناك محاصصة ضائفية وعرقية وحزبية هناك نهب واسع للمال العام وغشاوة وفساد يضرب بأطنابه في كل أنحاء العراق وبالتالي ما تحاول سلطة السوداني إيصاله إلى العالم من رسالة وهي أن العراق بلد مستقر وتعاونها في ذلك أوساط من الإعلاميين ومن المدونين ومن المعتزقة كما هم في الحقيقة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كل هؤلاء شركاء في الجريمة وهذه الوسائل حقيقة ليس لها أصل في الواقع والمتابع الحقيقي والأمين والمنصف والدقيق يعرف أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق أستاذ مصطفى لو أردنا أن نقيم دور بعثة الأمم المتحدة في العراق كما تعرفون كان لبلاس خارت مواقف مؤيدة بالنسبة للحكومات المتعاقبة وأيضا بالنسبة للميليشيات حتى أن الناشطين اتهموها بالفساد والتواطؤ ضد النازحين وكانت ضد متظاهري ثورة تشرين حتى أنها نزلت في الشارع في ساحة التحرير في بغداد وقالت بأن عادل عبد المهدي هذه المقولة المشهورة قالت أن عادل عبد المهدي لا يمتلك عصا سحرية لتغيير الأوضاع هذا كان موقف بلاس خارت هل ترى أن بعثة الأمم المتحدة في العراق كانت تمارس دورها الحقيقي وهي كانت منحازة إلى الشعب العراقي برأيكم؟ حقيقة هذا سؤال مهم جدا ولكن أنا أفهم الفروقات الفردية بين الأفراد وهذه الفروقات تنعكس على أدائهم وطبيعة تصرفاتهم وسلوكهم ولكن الأساس في موضوع بعثة الأمم المتحدة يونامي في العراق أو ربما في أماكن أخرى هي ليست شخصية الممثل الخاص الذي يرسله الأمين العام للأمم المتحدة بالدرجة الأولى وأنما الدرجة الأولى أو الدرجة الأساسي العامل الأساسي الذي يتحكم بأداء هذه البعثات هو السياسة الدولية التي تُعسم من الأطراف الضاغطة والمهيمنة والمتحكمة في عمل المنظمات الدولية والأمم المتحدة بشكل عام لذلك تغيير الوجوه سواء في بعثة الأمم المتحدة في العراق أو في غيرها نحن رأينا في ذلك في سوريا وفي اليمن وفي أماكن أخرى كلها لم تؤدي إلى تغيير حقيقي في السياسة السياسات مرسومة وهؤلاء فقط ينفذون الممثلين الذين يرسلهم الأمين العام للأمم المتحدة ينفذون هذه السياسات مع الأخذ بنظر الاعتبار الفروقات الفردية كما قلت التي تنعكس على أداء السلوك وحركة هذه البعثات وموظفيها البعثة الأمم المتحدة في العراق كانت منذ الأيام الأولى لغزو واحتلال العراق شريكا فاعلا وأساسيا في مشروع الاحتلال وإن كانت الأمم المتحدة لم تعطي شرعية للعمل العسكري ضد العراق وبالتالي أصبح عدوانا غير شرعيا بالكامل سنة 2003 لكن الأقم المتحدة نتيجة الحيمنة الأمريكية عليها كانت البعثة منذ ديميلو سيرجيو ديميلو الذي قتن في بغداد في بدايات الغزو سنة 2004 كانت العملية تسير باتجاه تثبيت هذا النظام المجرم على غطاب العراقيين وتغطيته بغطاء أممي أعطاه شيئا من الشرعية الزائفة في حين العالم يعرف جميعا والقادون الدولي يحكم بذلك أن البلاد البلدان المحتلة لا تتمتع بسيادة ولا باستقلال ويجب أن تعلق عضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية سواء كانت الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي أو منظمة الجامعة العربية أو غيرها من المنظمات الإقليمية والدولية هذه البعثة للأسف كانت كما قلت وأكرر جزء من حالة التآمر على العراق الحالة الإجرام التي شهدها العراق ورأينا هذا الإجرام وهذا التآمر بشكل واضح من خلال الحركة التي شهدها العراق لسيدة بلاسخر وهي خلال السنوات الأخيرة حتى أطلق عليها اسم غنفدك نتيجة العلاقات نعم ولكن ليس من واجبها ولا من مهماتها اللقاء والتواصل والتعاون والتنسيق مع ميليشيات إرهابية موضوع على قائمة الإرهاب الدولي في العالم أستاذ مصطفى مراقبون فسروا مطالبة السوداني بخروج يونامي أن السوداني يخاف من تولي شخصية مهنية زمام الأمور في البعثة خلفا لبلازخارت المعروفة طبعا كما تحدثنا في ذلك المعروفة بانحيازها إلى الحكومات المتعاقبة وإلى الميليشيات موضوع تولي شخصية مهنية زمام الأمور في البعثة ربما قد يعرض السوداني للحرج أمام المجتمع الدولي هل هذا التفسير منطقي من وجهة نظركم؟ أنا لا أعتقد أن هذا التفسير منطقي لأنني قلت مع أن أخذ بنظر الاعتبار للفروقات الفردية بين الأشخاص هناك سياسة دولية تجاه العراق هذه السياسة تقوم على دعم هذه السلطات الإجرامية الإرهابية السارقة لأموال العراقيين السافقة لدماء العراقيين المخربة للنسيج الاجتماعي في العراق هناك سياسة دولية وإقليمية على تثبيت هذه السلطة بكل صورتها الإجرامية ولذلك حتى إن جاءت شخصيات مهنية حقيقية إلى المنظمة أو إلى البعثة الدولية في العراق لن يؤثر هذا إلا إذا تغير المسار الدولي تجاه العراق وهو في الأفق المنظور القريب إقليميا أو دوليا غير مغشح للتغيير سيد مصطفى اليوم تحديدا حكومة السوداني أبدت تستعدادها لاستضافة مؤتمر عربي لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت هي تتحرك لطرد البعثات الأممية لو وضعتنا في ميزان هذه التناقضات أستاذ مصطفى مهزلة حقيقة هذا المؤتمر الذي يقام ومن قبل إعلان وزارة لحقوق الإنسان حتى أن السوداني كان وزيرا لحقوق الإنسان وتلاه شخص إرهابي هذا محمد البياتي من ميليشيا بدر الإرهابية هو مسؤول للقاطع الشمالي في ميليشيا بدر الإرهابية وكان أحد عناصر حمايته المجرم الإرهابي المعروف باسم أبو عزرائيل هذا الذي رأيناه يقطع أجساد البشر بالسيوف هذا كان مسؤول لحماية وزير حقوق الإنسان ووزير حقوق الإنسان في سنوات سابقة كان مجرما إرهابيا قاتلا سافكا للدماء لذلك هذا موضوع حقوق الإنسان كذبة كبيرة يراد منها الترويج لهذه السلطة وتبيير وجهها الأسود الكالح وغسلا ليدها الإجرامية اللطخة بدماء العراقيين أي مؤتمر لحقوق الإنسان يمكن أن يقام أو تقيمه هذه السلطة برعايتها وهي تنتهك حقوق الإنسان علنا وصراحة وبإصرار وتعمد كما قلت هناك إصرار على مواصلة الإعدامات هناك إصرار على موضوع القتل بعضر القضاء العقوبة عضر القضاء الحقيقة هي ليست عقوبة قانونية وإنما انتقامية كيف يمكن أن بلد يعاني أو يشهد اجتفاثاً وإقصاءاً لعشرات الألوف من المواطنين العراقيين كيف يمكن أن يشهد حقوقاً رعاية لحقوق الإنسان هذه كلها انتهاكات هناك انتهاك في التعليم وفي الصحة وفي الزراعة وفي الصناعة وفي التربية وفي الجانب النفسي وفي القضاء كما قلنا نعم أستاذ مصطفى هناك انتهاكات عذيقة وجدية وشاملة ومبرمجة ومقصودة لحقوق الإنسان عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل شكراً جزيلاً لكم